مجهود تواصلي كبير أبانت عنه الحكومة في تنوير الرأي العامة وطمأنت المواطنين جراء تفشي وباء كورونا عبر العالم هذا المجهود ترجم من خلال الندوات الصحفية على مستوى مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة منذ نهاية فبراير الماضي ثم مع أول ندوة صحفية لسعد الدين العثمان رئيس الحكومة وخليد أيت الطالب وزير الصحة يوم الثاني من مارس الجاري خصصت لتسليط الضوء على وضعية فيروس كورونا ببلادنا والتدابير الاحتياطية المتخذة للرصد والتتبع هذا التاريخ صادف ظهور أول حالة إصابة بهذا الفيروس بالمغرب وزارة الصحة أصدرت في الحين بلاغا أكدت فيه إصابة مواطن مغربي قادم من الديار الإيطالية ويقضن بمدينة الدار البيضاء بفيروس كورونا المستجد ثلاثة أيام بعد ذلك ستصدر وزارة الصحة بلاغا أخر تخبر فيه الرأي العامة بتسجيل ثاني حالة إصابة بالفيروس لمواطنة مغربية قادمة هي الأخرى من الديار الإيطالية لتتوالى بعد ذلك بلاغات وزارة الصحة بالتزامن مع تسجيل حالات الإصابة التي وصلت لحد الآن 63 حالة إصابة وحالة وفات ومع ازدياد عدد الحالات المسابة بفيروس كورونا أقرت الحكومة على مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تعليق الدراسة بجميع المؤسسات التربوية وخروج وزراء القطاعات التعليمية الثلاثة المعنية لشرح قرار إغلاق هذه المؤسسات وإقرار عملية التعليم عن بعده لضمان استمرارية العملية التعليمية ثم خروج وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي لطمأنة المواطنين بخصوص وفرة المواد الاستهلاكية بعد إعلان المغرب على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغارب المقيمين بالخارج غلق حدوده الجوية والبرية والبحرية بعد ذلك سيخص رئيس الحكومة قنوات القطب العمومي يوم السبت الماضي بحوار خاص حول الوضعية الوبائية بالمملكة والإجراءات الاحترازية التي يتخذها المغرب لمواجهة وباء كورونا قبل أن يعود في حوار آخر وباللغة الأمازيغية يوم الاثنين الماضي على القناة الثامنة حول نفس الموضوع وزارة الداخلية وبعد بلاغ السبت الماضي القاضي بمنع التجمعات العمومية التي يشارك فيها أكثر من خمسين شخصا أصدرت يوم الاثنين الماضي بلاغين تطرق الأول إلى إغلاق الأماكن الترفيهية كالمقاهي والمطاعم والنواد وغيرها فيما هم البلاغ الثاني الإجراءات التنظيمية التي تهم تدبير النقل العمومي بمختلف أصنافه قبل أن تصدر الهيئة العلمية للافتاء بالمجلس العلم الأعلى فتوى بضرورة إغلاق أبواب المساجد سواء بالنسبة للصلاوات الخمس أو صلاة الجمعة بناء على طلب الفتوى الموجه إلى المجلس من أمير المؤمنين بلاغ مشترك لوزارة الداخلية ووزارة الصحة صدره الآخر يوم أمس يدعو المواطنات والمواطنين إلى الحد من تنقلاتهم والتزام العزلة الصحية في منازلهم كإجراء وقائي ضروري للحد من انتشار الفيروس قبل أن يعود وزير الصحة في ندوة صحافية أخرى يوم أمس أكد فيها على ضرورة التزام البيوت في هذه الفترة الحساسة محذراً في الآن ذاته من الانتقال إلى المرحلة الثانية لانتشار الفيروس بعد تسجيل حالة انتقال العدوى محلية المصدر واستمراراً لتنزل الإجراءات الاحترازية الكفيلة بالحد من انتشار الفيروس التاجي أصدرت عشية اليوم وزارة الداخلية بلاغاً آخر أعلنت فيه حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد إلى أجل غير مسمى كل هذه المعطيات تعكس عملاً تواصلياً كبيراً على مستوى الحكومة وباقي المؤسسات المعنية بانتشار وباء كورونا لتبقى الكرة الآن في ملعب المواطنين بضرورة التجاوب مع توجيهات الحكومة والتفاعل مع الإجراءات الاحترازية التي يتخذها المغرب كي نتحد جميعاً بهدف واحد القضاء على وباء كورونا الذي بات يحصد كل يوم آلاف الأرواح عبر العالم مرحباً